طيب القصة اللي كنا اثرناها ما حضركم الاسبوع اللي فات وهي احتجاز مجموعة من الطلبة المصريين في دولة السودان الشقيقة الحمد لله تمت على خير وخلصت على خير وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج كانت سفرة الاسبوع اللي فات الى السودان وتواصلت مع المسؤولين السودانيين وكانت معنا على التليفون من حوالي خمسة ايام وطمنتني انه طمنتني انه القصة ماشية تمام وفي تعاون كامل من المسؤولين والسلطات السودانية وان الولاد هيتم الافراجة عنهم بعد خمسة ايام والحقيقة وعدت فصدقت بعد خمسة ايام بالتمام والكمال اعلنت السلطات السودانية فجر اليوم اطلاق صراح الطلبة المصريين دون توجيه اتهام لهم